فاللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً على سيدنا رسول الله اللهم بارك لنا في أبنائنا واجعلهم قرة عين لنا وأعنا على أمانة تربيتهم ونفعهم اللهم اجعلنا ملجأاً لأبنائنا في الصراء والضراء وأن نكون سنداً لهم عند عسرهم رحماء بهم عند خطأهم فرحين بهم عند فلاحهم واشمل بيوتنا جميعاً برعايتك واجبر تقصيرنا في تربية أبنائنا بعنايتك وبرحمتك تولانا يا مولانا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله اصدقوا يا رب اكونوا بخير النهاردة الروتين جديد ويوم جديد وإن شاء الله الروتين يعجبكم وكمان هيحفزكم جداً جداً الروتين كده كله طاقة ونشاط وكل حاجة النهاردة بقى قلت كده قبل الامتحانات بيوم احنا بكرة عندنا امتحانات فأنا قمت كده قلت أعمل الشقة بتاعتي لإني بصراحة ما عملتهاش يوم الخميس زي كل مرة ما بنعملها مع بعض فالروتين ده كان يوم الجمعة احنا نبتدي امتحانات يوم السبت فأنا قلت يوم الجمعة ده أنا هنضف الشقة بتاعتي كده كلها ولو في أي حاجة يعني أعايز أعملها أعملها عشان انتوا عارفين بقى الأسبوع بتاعي الامتحانات بيبقى يعني في ضغط شوية بقى فالمهم أول حاجة بتديد بيها هي كانت إيه ورق العنب أنا مكنتش لسه عملته فأقلت كده أعمله هو الأول عشان أخرص منه وكمان في نفس الوقت بصراحة خفت عليه يدبل في التلاجة لإني كان بقاله كم يوم وأنا كنت مستنية يعني أفرزه معاك وإن الطلب يعني الطلب مني كتير جدا جدا مفرزي معنا ورق العنب إزاي بتفرزيه لإنكم بتشوفوا معايا بعد كده وأنا بعمله بتلاقوه كأنه فريشي بالزبط بصوا أنا أول حاجة بعملها مش بخسله يعني لو أنت حابة تخسليه وبعد كده تنشفيه براحتك بس ممكن تستخدمي مثلا منزيل معاك وتبدأي أنت مساحك الورق بتاعك لو هو في حاجة ولما تجي تسلقيه بعد كده اخسليه بقى في مياه برده كده كده إحنا بنتطلع ورق العنب من المياه اللي بتغلي اللي هو بيغلي فيها بحطه تاني في مياه تاني نظيفة يعني فبخسله فعشان كده مش بخسله قبل فالمهم انت حابة تخسليه وتنشفيه بعد كده وبعد كده تشليه براحتكاملين انت عايزة فالمهم بس بتاخد وقت يعني أنا بالنسبة لي كده بنظف على طول بشيلي عنقود بس وكمان يكون ورق بتاعك نظيف انا ورق معي زي ما انتوا شايفين زي الفل الصراحة مفيش في اي حاجة وبجيب بقى الستريتش راب وابدأ كده ان انا ألف فرور زي ما انتوا شايفين وحاول اخرج منه اي هوا واي حاجة في ناس دلوقتي هتقولين ينفع اكياس طبعا جلستو قلده كتير جدا يعني فرستو معاكو قبل كده بص هقولكو على حاجة الستريتش راب يعني وانت بتشتري ورق العنب اشتري معاكي رول الستريتش راب يعني هينفعك في كل حاجة وفي نفس الوقت هو مش غالي قوي عنده مثلا بخمسة وعشرين جنيه تقريبا بتبقى على حسب الامطور فهو هينفعك فيما بعد لكن هو بيبقى حلو ومسطف اي ان هو مش بياخد مكان زي كده وبقى محكم بقى وانت بتلف فيه الكيس انتوا عارفين مهما ان كان مش يبقى محكم معاكي قوي زي ده بس لكن لو انت عندك اكياس كياس عادي في الاكياس بتاعتك وكل حاجة بس انا بالنسبالي بحس ان الستريتش راب بصه لبعد ما تلف في الرول كده ماسك نفسه حلو جدا وتشليه بقى معاك في فريزر وقت ما تكوني بقى هتستخدمي طلعي بحطيه في مياه برده بيفك على طول ولو مش حابة تحطيه في مياه برده طلعي قبلها يعني بشوية هتلاقي برضه معاكي فك بسرعة جدا وحطيه بقى في المياه المغالية على طول كأنك لسه جباه فريش وبتسلقيه بس كده فهو يعني طريقته سهلة جدا وبصراحة جميل قوي قوي يعني انا جبت دلوقتي كده كيلو وفي ناس طبعا قالولي في الكومنتات كتير ان هم عندهم بنفس السهر فيه بتلاتين بقى انا جبته بتلاتين في ناس جايبايا برضه بتلاتين وفي ناس تانية كتير جايبايا برضه بخمسة وعشرين وبعشرين فأنا برضه لسه هشوف بكام وعايز اجيب تاني يعني بصراحة انا بنحب قوي وراء العنب وبفرزه يعني معايا كويس وبقى حلو قوي بس كده خلاص فرزت وراء العنب بقى وبعد كده فطرت الولاد بس ما ما صورتش معاكم فطرتهم كده وبعد كده خرجتهم بره قدت الاطفال وقلت لهم بقى يلا اطلعوا بره عشان عايزة تغير كده ملايات وافتح طبعا الشباك كده وهوي القودة اهم حاجة في يومنا لازم كان نفتح الشباك ونهوي وشقيتنا كده طبيعي اصلا يوم الجمعة لازم بفتح وبكون مشغالة بقى الخطبة بتبقى شغالة في التلفزيون وعندي قدامي الجامعة زي ما انتوا عارفين فبيبقى اجواء الجمعة اصلا عندي بتبقى حلوة قوي بس الشقة عندي مكادش معمولة قبلها بيوم فانا عشان كده قلت لأ اعملها النهاردة محبتش يعني انا اعملها يوم الاستبت بقى يوم ما تكون مثلا مرم بتمتحن او كده المهم غيرت كاي الملايات على طول زي ما انتوا شايفين وبعد كده هاجي بقى على الكنبة الكنبة هتلاقوا دلوقتي حاجات كسير قوي قوي وطبعا انا على طبيعتي زي ما انتوا عارفينه ومش بخبي عليكم حاجة فهتلاقوا زي فتافيت كده حاجات مطرح مثلا بياكلوا شبس بياكلوا صندويتش بتاع فطبيعي هتلاقوا الفتافيت اللي انتوا شايفينها زي واحنا بقى كنا في ايام عيد فكان في بسكوت وكان في كحت والحاجات اللي انتوا عارفينها فانا جبت كده المكنسة وشلت طبعا الشلطة بتاعت الكنبة وهنضف بقى بالمكنسة طبعا فيه قطعة للفرشي دي موجودة في المكنسة بس انا يعني ايه كاستلت ادور الصراحة عليها فعلى طول كيا شلت الكطعة اللي هي اللي استلس دي وبقت كده انا اشيل اي حاجة بقى فلقيت دلوقتي كده بقعة كده في الكنبة على طول جبت بقى الجلافز الحلو ده صراحة جميل جدا في الفرش عجبني اوي اوي في الفرشي بيشيل اي بقعة زي ما انتوا شايفين كيا بقعة يعني تكون بسيطة مش بقعة جمدة اوي وبقت كاين انا انضف بها الكنبة كويس جدا بقى وبعد كده هحط بقى الشلطة تانية على نضافها بقى طبعا عايز اقول لكم ان انت الخطوة دي مريحة جدا نفسيا بحس ان انا فعلا نضفت لما منضف بالزات بقى تحت الكنبة زي ما انتوا شايفين خلاص هحط بقى الشلطة بتاعت الكنبة تاني وبعد كده هفرش بقى كده مفرش بصوا وده اصلا مفروض ان هو شال كده بس انا كنت جايبها على اساس ان انا بحطه يعني كاديكور كده على الفرشة عندي فالمهم بصراحة الكنبة عندي بتبهتل بسرعة لان طبعا فيها اطفال وانا برضو مش بحب اوي يعني الكسوة بتاعت الكنبة بحس ان هي بتغير الشكل كده ومش عارفة مش بحبها اوي يعني حتى لما بفرشها من باب التغيير بحس ان انا بزق منها على طول فقلت فرش دي كده على الكنبة يعني تحمي برضو شوية الكنبة معايا وكمان في نفس الوقت حسب التغيير جدا جدا مسحت بقى كده الكومودينو على السريع وبعد كده حطت الحاجة تاني عليه مردتش حط المفرش ولا اي حاجة عايزة لكو بتبهدل اوي مع الولادي يعني فكده بالنسبة لي احسن في التنظيف وكل حاجة قلت بقى كده اشيل المشاية اللي بين السراير وبالمرة بقى كنوز كويس جدا تحتها وكمان كنت عايزة بقى لمع سراميك بتاعي الشقة كله يعني عايزة لمع كل اي سراميك عندي بينا لمعه انا ملمعتش من ساعة العيد ولا عملت اي حاجة يعني كل ده على فرش العيد انا كل اللي عملته قبل كده كنت بقى نوز طبعا يوميا بالمكناسة احنا شغالين دي ما فيش فيها كلام وتغييري الميلايات طبعا معاكو بغيرها زي ما انتم بتشوفوني يعني مثلا كل كم يوم بغيري الميلايات بتاعتي خصا قطي الاطفال يعني بغيرها اكتر طبعا من قطي النوب فالمهم قلت بقى النهاردة مش شرط ان انا شيريس الجاب بتاعي ولا حاجة انا هاكمز بالمكناسة وبعد كده هاجيبي الموب وامسح الارض او كل اي سراميك معايا باين هنا كنت باشتري بالليل مسحوق فلقيت عنده اللي هو البريكس ده بس ملقيتش ازايز كان عنده اللي هو الاكياس فقلت كده اجيب كيس اجربه وبصراحة عايز اقولكو حلو جدا انا اصلا كنت عايز اشتري ازايزة منه لاني كنت صاح نستقول لكم الفيديو اللي فات انا كنت فرحانة ليه فرحانة عشان روزانة بنت سلفتي تلعت من المستشفى الحمد لله على خير يعني الحمد لله ربنا يا رب تميشفها على خير دعو لها بقى فالمهم لما جت طبعا كلنا ساعدناها بقى في فرش الشقة لان اصلا سلفتي لما راحت راحت المستشفى طبعا راحت قبل الوقفة بيومين تقريبا او تلت ايام يعني قبل الوقفة تلت ايام فطبعا انتو عارفين بقى في التوقيت ده بنبقى كلنا شايلين استجاد بتاعنا وبنكون الشقة كلها فوق بعضها هي دوبك كانت عاملة الدوليب بتاعت شقتها لكن طبعا مكادش طبعا لسه فرشت ولا اي حاجة كان استجاد الحمد لله كان مخصول وكانت غسطة ستار بتاعتها وكل حاجة لكن الفرش طبعا كان لسه فقعدت فترة كبيرة في المستشفى قعدت 18 يوم تقريبا فانتو عارفين بقى لما بتسيب جوزك في الشقة بقى الوحده فبنيجي للاقي بقى حاجات كده فظيعة في الشقة فأكيد طبعا جات لقيت الشقة كلها طراب بقى وكاتن بهدلة فانا قلت لها ساعدك طبعا فيها نزلت بقى ساعدتها انا واخت جوزي واختها يانية بانتخالتي برضو فكلنا كنا بصراحة مع بعض ومرات اخوها فكلنا ساعدنا بعض وكلنا عملنا الشقة على طول مع بعض فو احنا بنمسح بقى مسحنا بالليل بريكس ده فعجبني قوي ريحته جميلة فو انا تحت بقى بشتري الاريال فسألت وقال لي ما عنديش ازايز عندي كيس فجبت كيس واحد قلت على ما اشتري بقى على ما اشتري يعني علبة افضل بكتير لاني الكيس ده طالما فتحتيه بيفضل يقع منك وبيبهدل الدنيا بصراحة فعشان كده جبت كيس واحد باتنين جنيه وقلت امسح بي انا اصلا كده كده عندي جنرال بس انا بحب قوي اغير في الروايح يعني بحس بالتغيير بحس قوي بقى ان انا كده غيرت بحس بالريحة لان طول ما انت بتستخدم ريحة واحدة او ريحة معينة بتحس ان انت خلاص بتاخدع ريحتها ما بتحسش ب يعني مش بتحس بالتغيير لكن حرفيا لما بتغيري مثلا سابون الموعين بتغيري المسحوق بتاع الغسيل بتاعك لما بتغيري مثلا حاجة بتمسح بيها ارضيات بتجيبي كل مرة روايحك مختلفة بتحس بالتغيير جدا جدا فعجبني فقلت ان شاء الله لما يعني اروح مثلا كرفور اروح سواء ماركت كبير ولا حاجة الا ايه اجيب وجبت يعني لقيته عند حد تاني بس غالي جدا والحد ده اصلا بيبيع حاجته غالية فانا بصراحة ما وثقتش فيه ما جبتوش لاني لقيت جنرال باربعة وعشرين جنيه وده نفس الحجم بخمسة وتلاتين جنيه فمعروف ان بريكس المفروض يبقى ارخص شوية يعني مش اغلى عشرة جنيه متهيقلي فعشان كبير ما جبتوش فقلت بقى لا اكيد في السواء ماركت هيبقى ارخص من كده بكتير بس كده فدي فكرة الكيس اللي هو بتاع بريكس بس حلوة قوي ريحته باللفندر حلوة قوي عجبني برضو باللمون بيقولوه حلوة قوي بس انا برضو ما استردنتوش بس فيه ناس بتشكر فيه جدا جدا المهم كده برضو خلصت خلاص بقضت الاطفال ولمعت كده القصدي عطرتها في الاخر وقفلت النور وخلاص خربت بقى مرة على الريسبشن لمعت بقى الاول حاجة كنت نشرة فيه بتاعت المطبخ اللي هي بتاعت الخبيز والحاجات دي فبرضو طبقتها وشلتها في مكانها وبعد كاشلت بقى المفرش اللي هو قبيت في اسود ده حاسيت ان الجو حر وهو مش ماشي كده مع الجو بسراحة يعني حاسيت ان ده احسن وكمان لونه فاتح حاسيت انه وصيفي كده اكتر فقلت افريشه هو بصراحة وشلت اللي هو الابيض في اسود قلت اخسله واشيله برضو نظيف بس وجيت بقى على البوفي انا كان عندي مفرش دي بتاعي السفرة كده للبوفي بس مش لقيه خالص يعني اتدوري عليه في اليوم ده كتير بس ما دورتش بضمير انتو فاهمين معيني بقى مطبق المفرش مع بعض بس جاب بقى فرش العيد بقى والبرجلة اللي حصلت اللي احنا كده كانت عندنا دي فمش عارفة بصراحة المفرش ده راح فيه مني يعني بس اكتر طبعا موجود فقلت عادي هفريش دوعت وخلاص دلوقتي وبعد كده هبقى دور عليه لانا برحتي بقى فالمهم شلت كده الحاجة اللي عالبو فيه برضو كلها ولماعت اللي بو فيه برضو كده بسرعة وفرشت المفرش تاني وخلاص هكنس بقى بالماكنسة وبقى كده خلصت الجزء بتاع اللي هو اللي فوق ده انا بحب كده الريسبشن عندي اخلص جزء جزء فيه يعني ما بحبش ان انا مثلا يعني ايه في ناس مرة قالتلي ازاي بتكنسي فوق وترجعي بعد كنت نفاضي تحت الكلام دوت لو اصلا عندي تحتي في تراب جامب بقى والحاجات دي تحت يعني عندي في المستوى فعشان كده انا بحب كده اخلص الجزء بتاع الصفرة وبعد كده بقى اروح عند الجزء اللي هو التاني بتاع الركنة بس فجي الماكنسة بقى معايا وهبدأ كده انا اكمس الارض كلها والسراميك بقى بالسجادة وكل حاجة مش هشيل برضو استجادة هلمع برضو كده من حوالين استجادة لكن مش هشيل يعني سجاد هاجيبها هنا عند الفوتيل اللي هو بتاع الركنة ده قلت كده برضو افرش على المفرش ده وانا بجيب المفرش بتاع الكنبة جوه ان هو شكله بيبقى حلو يعني وبحست كمان بالحاجات دي نيابة دي يعني شكل كده حلو يعني بعد الركنة هنا بحب كده افرش بقى المفرش وهو الفرو هنا عندي الركنة بصراحة نظيفة يعني ما فيش فيها اي حاجة حي مش بنعود هنا اصلا خالص يعني كتير من ساعة رمضان خلاص ما بنعودش هنا كتير خالص فبصوا هنا بس حمزة كده عمل بالقلم اللي هو الفلموستر عمل على الركنة زي ما انتم شايفين كده طبعا جبت الجلافز اللي هو بصراحة منكس بالنسبة لي جميل جدا فعملت كده بالركنة سريعا طلع معي البقى على طول وقلت لو ما طلعتش كنت هجيب فرشة وعملها برضو يعني مش عايزة يعني نقسبها اكتر من كده بس فالمهم كده خلاص رتبت كده الكوشنات على الركنة وخلاص على كده نفضتها برضو انفدة يعني سريعة وخلاص هجيب بقى هنا الفوتا بتاعت الازاز بجد الفوتا دي خطيرة يعني لو مش عندك يعني انت بجد فاتك كثير جميلة جميلة قوي قوي وتخلي الازاز بتاعك كده يعني فضيع وكمان بقى الحلو فيها بقى ولا جلانس ولا اي حاجة ايه كده منها فيها هيدوك بس بتخسريها بالمية وخلاص بس فالمهم مشلت بقى شهيلت الكحك عشان خلاص بقى العيد خلص يعني لسه عندي حكت العيد يعني زي الكحك وبسكوت والحاجات دي لسه عندي طبعا بس قلت خلاص بقى مش هضطر لنا يعني لسه هملة الشهيلة تاني اللي عندي اللي عايز بقى حطولهم في طبق وخلاص ايه وكده كده انتو عارفين بقى الحاجات دي بتفضل شوية بعد العيد فانا قلت هشيلي الشهيلة خالص بقى حب كده يعني افكها تاني واشيلها بقى في العلبة بتاعتها ايه بس ولمعت بقى الترابيزة وجدت برضو المكنسة وهبدأ بقى ان انا اكمس الارض كلها وبالمرة كده بحب ااخد قدام بالشقة عشان برضو يعني اللي داخل عندي ما يجيبش الترابيز اللي بره على جوة فاكد انتو عارفين الموضوع ده بس وبالمكنسة بقى وهبدأ كده ان انا اكمس الارض كلها وبعدها هجيب بقى الموب وامسح بقى كل السراميك اللي انتو شايفين وده طبعا اي مشاية قدامي باشيلها عشان برضو كده بالمرة امسح تحتيها بس المكنسة الصراحة بتتوفر عليها مجهوك كتير اوي مش بضطر ان انا اشيل السجاد ولا اي حاجة هي بتشفت كل الترابل في السجادة وطبعا انا كنت لسه غسلة الكيس بتاعها فهي او ما بتتغسل فعلا بتبقى حلوة قوي قوي المهمة هلم كده السيرك بتاع المكنسة واشيلها حطها في مكانها وبعد كده بقى اجيبي الموب زي ما انتو شايفين ولمع بقى كل السراميك اللي انتو شايفينه في الارض اي السراميك قدامي هلمعه بالموب عايز اقول لكم ان الموضوع ده بيفضل معايا كده فعلا حرفين اسبوع الشقة بتاعتي نظيفة كاني مسحها بالزبط يعني كانك شالس كل السجاد ومسحتيه وكل حاجة فمشارط ان انت تشيري السجاد بتاعك وتمسحي من تحته والكلام ده كله لأ خليك ممكن العاملة دي كل شهر ولا حاجة لكن كل اسبوع خلي روتينك معروف ان انت تغاري ملاياتك تلماعي السراميك اللي هو بيكون باين المكنسة معاك شغالة معاك مثلا فرشة لو مش عندي جلافز بتاعي فرشة كده وشوية اريال جيل عشان تحافظي على الفروة بتاعت الانترير بتاعك او السرون او الحاجات دي كلها وابدقي بقى اي بقعة كامل ايدي الولاد اي حاجة ابدأي شليها معاك على طول هتلاقي نفسك كده طول الاسبوع شقيتك زي الفل شلت كده حتة من استجادة بتاعت الترقة اقولت عشان بالمرة كده ألم معها هي كمان ولمع برضو اي سراميك ما باين معايا في الترقة طبعا في الوقت ده كانت المفروض بقى انا اخش كده احضر الغداء بتاعنا اني النهاردة ما افترناش الفطر اللي هو الجامد بتاع كل جمعة ما عمل نهوش يعني النهاردة فعشان كده اضطرت ان انا ادخل بدري كده احضر الغداء على طول كنتم طلعة بقى الكبد والقوانس وقلت هعمل كده رزد ابيض وكبد والقوانس وبطاطس محمر الاكل دي بجد تبقى حلوة جدا جدا وخفيفة كده وسريعة جبت بقى المعتر بتاعي العود فريدة بجد تحفة يعني ريحته بتثبت جدا وجميل قوي قوي فبحب كده ارشي منه صراحة بحب قوي اكتر يعني اكتر واحد بحب استخدمه في فريدة هو العود العود بصراحة رهيب فبيثبت وبيدي كده هدوق للشقة وراحة نفسية فظيعة فرشيت كده الريسبشن كله وبحب قوي بقى يعني بصوا يعني اركز كده على فرشة اكتر لان الريحة بتثبت في الفرشة اكتر زي مثلا استجاد ذات نفسه بحب جدا ان انا ارش عليه والكوشناب بقى ستاير مفارش اي حاجة عندي كده ارش عليها اكتر مش في الجو يعني هتحس ان الريحة سابتة معاك بس كده فخلصت قفلت بقى النور ودخلت جارية على المطبخ طبعا كنت متلعة زي ما قلت لكم الكبد والقوانس فكانت خلاص فكت انا كنت غسلها اصلا قبل ما شيلها فكل الموضوع بس ان انا حطت تاني عليها شوية لمون وسبتها بقى وهي بتفك يعني بشو تاخد الصراحة وقت خالص في السوا فقلت اعمل الرز الاول على ما هو يستوي تكون هي كمان يستوت على طول فعملت كيا شوية رز ابيض جنبها وطبعا زي ما انت عايزة بقى فيه ناس بتحب تعمل جنبها مثلا تعملها سندوتشات يعني ممكن تعملني مكارونا بس انا بحب اكتر الكبد والقوانس جنب الرز الابد اكتر فالمهم خلاص حطت الرز وبعد كيا جبت بقى بصلتين الاول كنت عايزة شوح البصلية في الزيت قبل ما حطي الكبد الاول مثلا كنت بحطي الكبد والقوانس وبعد كده انزل بالبصل دلوقتي لا اعايزة حط البصل الاول عشان اضمن انه يكون يستوي خالص وما يبقاش فيه اي اثر ليه عشان انتو عارفين الاطفال يستغيرين ما بيحبوش خالص البصل والحاجات دي في الاكلات يعني فانا على قد ما قدر بحاول كان انا يعني اخفيه فالمهم قطعت كده البصلية شرايح زي ما انتو شايفين وبعد كده حطيت شوية زيت وهنزل بقى بالبصلية اول ما تتبل معاك يعني مش هتاخد دونه على حاجة بس تتبل بس كده وبعد كده هنزل بقى بالكبد والقوانس سكون مصفيها كويس جدا من المياه بتاعتها انا كنت حطيتها اذا ما قلتلكه في ماء بلمون عشان انتو عارفين الكبد والقوانس بيبقى ليها ريحة سنة يعني لكن انت لو غسلها قبل ما تشريها ما تقلقيش مش هيبقى ليها اي ريحة خالص اه وطول ما انت حطى بقى فيها اللمون وكده ما تقلقيش برضو المهم بس مش بخسلها بخلي لاني خلي طبعا هيهريها خلي بالكو اللمون احسن حاجة معاكم وفي نفس الوقت بيضيع اي ريحة خالص وكده كده دلوقت سيبقى الاول ما استحطى على النار مع البصل والتوابل بتاعتنا مش هتلاقي اي ريحة لها خالصة بالعكس هتحبيها يعني هتحبيها جدا بصت انا بعمل كده خالطها صغيرة جميلة جدا جدا معتمدها يعني طول عمري بصراحة يعني دي موة برضو هي بتعملها وكان بابا الله يرحمه كان هو كمان بيعملها بنحط كده معلاء التوم وبعد كده بحط شوية خل وكسبرة نشفة وملح وكمون وفلفل اسود وبقلب كل الكلام ده مع بعض وبعد كده لما الكبد والقوانس تخشي خلاص في السوا بنزل بقى بالشوية اللي انت شفتهم دول بجد في الزيعب يعني بتخلي اصلا ريحة الكبد والقوانس دي بتروح في اي يعني بتروح في حت تانية فعلا حتى لو انت عاملك كبدة عادية يعني كبدة مثلا مستوردة كبدة بلزي برضو حط الخالطة دي بجد بتبقى جميلة جدا وبتديها طعم وريحة حلوة قوي قوي فدلوقتي بصتو هي لسه يعني انا قلت حط الاول الفلفل ده فلفل مفرزة وكده بحبه قوي بقى بحب قوي افرز الفلفل اللي هو الالوان او الفلفل الرومي بصراحة بيبقى جميل جدا في التفريض طلعي وحطيه على طول مثلا لو عاملة شاورمة عاملة زي كده كبد وقوانس عاملة كبدة بلزي اي حاجة يعني بتستخدمي فيها الفلفل الالوان هتنفعك قوي قوي لو انت مفرزة هنا حطيت شوية تستلعب هرات مرضيتش حطها مع الخلطة قلت حطها مع الكبد والقوانس يعني تاخد كتا شويحة مع الكبد والقوانس والبصل والفلفل وبعد كده بقى ابقى انزل بالخلطة اللي احنا عملناها مع بعض اللي هي التوم والخل والكمون والكزبرة والفلفل اسود والملح وهقلب بقى كل الكلام ده عايز اقولكم ان اول ما الخلطة دي نزلتها على الكبد والقوانس يعني ريحتها كانت رهيبة وخلاص كده الاكل بتاعنا جيز طبعا كنت مقطعها بطاطس وكنت بقى لها في القلية طلعت بقى هي كمان خلاصة اهو رشيت على فلفل اسود بس وملح ما ردتش حط يعني البهارات اللي هي تحت البطاطس قلت يعني ايه دي احسن دلوقتي المهم ما عملتش السرطة كان عندنا مخلل فيعني خيرتوه قالوا لا هنكون مخلل احسن فالمهم ما ردتش بقى ان انا عمل سرطة وبصراحة كستلت بقى قلت خلاص ثم كده كده بيحبوا المخلل جدا جدا اه ودخلت بقى بعد كده على الحمام على طول زي ما انتم شايفين حطيت بقى بقات الكيس بتاع البريكس ده لان لو فضل هينشف وفي نفس الوقت كمان ممكن يقع ممكن اي حاجة فلا قلت يلا بقى بالمرة كده انا كده كده اصلا بعمل الشقة عايز اقولوك كمان انا غيرت ملاية قدت النوم يعني قبلها بيوم بالليل بس ما كنتش صورتها معاكم اه فعشان كما عملتش معاكم النهاردة يعني القوضة فبس عملت معاكم الشقة كلها يعتبر كده الا بس القوضة اه بس دخلت بقى على الحمام غسلت بقى الحود بتاعي عايز اقولوكو طبعا انا مش بصور معاكم بقى قاعدت التويلت والبنيو والحاجات دي مش بعرف اصورها قوي الصراحة يعني بحس ان انا مش مش متملكة قوي فالحود بحس ان انا بكون عارف اصور وانا معاكم لكن بعد كده بقى بخصل بقى براحتي يعني بفصل الكاميرا وبكمل بقى بقيت غسلي الحاجة بتاعتي وبعد كده بجي بقى معاكم في الاخر خالص فدلوقتي كده غسلت الحود الاول غسلة كده كويسة بالبريكس ريحتو حلوة قوي قوي اه لو جربته بجده يعجبكو يعني لو انت لسه مجربتوش زي كده انا مكوش لسه جربته بس عجبني زي ما قلتلكم اه بس اشطفت بقى الحود وشطفت طبعا الحاجة بتاعتي زي البنيو والقادة بتاعتي التويلت وكل حاجة وفي الاخر خالص بقى بامسح الحمام وانا شيفه كويس قوي من اي مياه طبعا انتو عارفين الخطوة دي مهمة قوي ما تسيبش مياه خالص عندك في الحمام انا دايما بصراحة فارش الحمام بتاعي والحمده لاعن بيبقاش في مياه خالص اه بس وبفرش بقى وخلاص على كده كنت غسلة برضو عايز اقولكو صح المفارش دي او المشاهي بتاعتي الحمام كنت غسلها قبلها بيوم فكانت معايا برضو نضيفة كنت لست اصلا كمان لمها من على المنشر اه وبس فرشت بقى الحمام والحمده الله على كده كان بقى معايا كده كان دور غسيل بصراحة كان معايا غسيل كتير حاولي كان دورين ولا حاجة او تلات ادوار كمان كنت طوله النهار بخسر يعني اللي غسيلي كان يطلع معايا كنت بخسره على طول فقلت بقى بالمرة ادخل اخلص من الغسيل ده كله لان بصراحة بيبقى كتير وكمان بيبقى هم كده وانا بصراحة في الصيف يعني بكسر قوي قوي ادخل البلكونة بالنهار يعني ما بحبش ادخلها ابدا بتبقى حر جدا وكمان في دي بام بقى انتو فاهمين فبقى يعني بحب قوي بقى ادخل كده اخر النهار انشر غسيلي او لو هلمي غسيل برضو بدخل اخر النهار لكن بقى في الشتة انتو عارفين بقى الشتة ده حبيبنا انا بالنسبة لي بقى شق البلكونة بتاعتي بقى في الشتة بتبقى جميلة وبقى فيها شمس وتبقى حلوة قوي قوي اه وما ببقاش بقى في الدبان انتو عارفينه بتاع الصيف الرخم ده اه بس فعشان كده دخلت بقى اخر النهار قلت بقى كمان اكون خلصت كذل الغسيل بتاعي وانشره كله بالمرة حتى لما بيكون معايا غسيل زيادة اه بنشر على المنشر اللي هو الداخلي يعني بخلص هنا وبعد كده بكمل على المنشر الداخلي بصراحة المنشر الداخلي ده تحفى بجد حلو قوي قوي وبحس ان هو كده بينفعني في حاجات كتير جدا حتى في الشتة اه معظم الغسيل بتاعي بنشره عليه لان طبعا انتو عارفين بيكون في ساعات مطر يعني بتاع فبقى بنشر برضو عليه كتير فبيبقى حلو قوي استخدامه يعني حلو المهم كده خلاص خلصت بقى الغسيل بتاعي كله ونشرتي الغسيل الحمد لله وكان معايا بقى دور كنت لماية يعني اصلا فطبعا ده بقى اخر حاجة هعملها بقى مع نفسي بالليل هطبق بقى دور اللي كان لانا كنت لماية دوت وبعد كده خلاص بقى اليوم بتاعي كده الحمد لله خلص نستعد بقى أسبوع الامتحانات وطبعا انا عارفة ان في ناس كتير جدا جدا زي كده داخلين على امتحانات وفي امتحانات فربنا يا ربي مع ولادنا وينجحهم كلهم يا ربي كده جميعا هنا بقى قلت تسقي الزرع بتاعتي الجميلة دي يا دوبق بدأت ان هي هي تنبيت تاني بعد ما العصفير كلت الزرع كله فبقيت ان انا احتمي بها تاني فبصتوا شكلها يعني بدأ ان هي رجعتين بس تكوالوك بقى مع السلامة